اشتركوا في القناة اما بعد معشار السادة والسيدات عنوان هذا التوجيه المتواضع وجعلني مباركة نينما كنت تعرفون رحمكم الله انه قد جاء الصيف وهذا الصيف هو مضنة الراحة والاستجمام وهو كذلك فعلا لمن تسمحوا ظروفهم من الموظفين والاساتدة والتلاميذ والطلبة ومن في حكمهم لابد من هذه العطلة لتستريح النفس والقلب والعقل ويعود ويعود الإنسان بعدها في الموسم الموالي أكثر نشاطا وعزما على العطاء ولكن السؤال المطروح هل الصيف فعلا استراحة وتحلل من كل القيود والأعمال الإنسان الإنسان المومن هو إنسان رسالي هو دائما ملتزم ملتزم أولا مع ربه فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده والصيف ليس مناسبة للتحلل من هذه العبادة بل لا بد من القيام بها دائما عبادات مطلوبة منك باستمرار من أجلها وجدت وبسببها خلقت صروات صدقات أذكار قرآن يتلى علم يبلغ إلى آخره والإنسان كذلك الإنسان المسلم الإنسان المومن الإنسان الرسالي ملتزم مع رسالته ورسالته باختصار نشر الخير باستمرار ويتكيف هذا الخير مع الظروف المحيطة وما تسمح به ولكن كما قلنا دون التنازل عن الحد الأدنى صحيح تتخفف وتتكيف ولكن لا بد من الحد الأدنى مما هو مطلوب منك وعنوان هذا الكلام مأخود من قصة عيسى عليه السلام الذي قال الله تعالى على لسانه قال إني عبد الله صحيح جعله الله تعالى إنسانا مباركا باستمرار وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا من هذه المباركية إن صح التعبير أوصاني بالصلاة والزكاة لا يجوز السهو عنهما ولا يجوز تركهما ويقاس عليهما ما عداهما من العبادات والقربات وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي بر الوالدين ويشمل ذلك صلة الأرحام والعلاقة الطيبة مع الأقارب وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية الخلق الفاضل والتعامل مع الناس بالتي هي أحسن والرسالة بعد ذلك مستمرة وممتدة ما هي رسالتك في السيف أيها العبد الصالح بعدما دكر أولا استحاب نية فعل الخير أن تجدد نيتك في كل صباح وفي كل مساء على أنك تعاهد الله أن تفعل الخير وتدعو إليه ما استطعت إليه سبيلا ويدخل في ذلك في الدرجة الأولى الابتعاد عن المنكرات وهو شيء مهم جدا ومن قلب الموازن عند الناس أنهم يعتبرون العطلة والأعياد وما يشبهها مناسبة للتحرر من القيود وبالتالي يقعون فيما حرم الله لا بارك الله في عطلة يعني تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى تانيا من جوانب رسالتك التشجيع على الصلاح والقرية أنت تفعل وفي نفس الوقت تنصح وتوجه غيرك إلى أن يعمل مثلك تالتا من جوانب رسالتك إصلاح دات البين فأي شخص بينك وبينه شقاق سواء كان من الأقارب أو من الأباعد فهذه العطلة فرصة لتتصل به لتزوره لتصطلح معه ولتبعد ما بينكما من الشنآن ولذلك العطلة معروفة عندنا بزيارة الأقارب والصلة الرحم ويجب أن يصاحب ذلك آداب ومسؤوليات مهمة جدا إلى مشتع الناس ليس من الأداب أنه تكلس عندهم باستمرار حتى إذا فرض لا بد من أن تكون عدوا فعالا تعين في مصارف البيت تعين في تنظيمه تقدم المساعدة يعني لأنك تستفيد وبالتالي لا بد لا بد من أن تفيد ويجب أن الله تطيل الزيارة كما قلنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول زور غبا تزدد حبا إذا زورت الناس فخفف ولا تطل المكتة فتملهم ويكرهونك ويكرهون زياراتك التي لا تاتي إلا بالمتاعب من جوانب رسالتك كذلك الرفق والتسامح يقول عزم القائل ادفع بالتي هي أحسن هذا هو شعار المسلم دائما وقولوا للناس حسنة ادفع بالتي هي أحسن ستقابلك مشاقات ومشاكل يعني في قانون السير هناك من لا يحترمه فاحرص على أن تحترمه وأن توجه وتنصح ستواجه كثيرا من الناس يحتاجون إلى مساعدة فمد يدك إلى مساعدتهم وإعانتهم وعطلتك كذلك مناسبة لقضاء الفوائد ولا أتحدث هنا عن فوائد الصلوات أو فوائد الفرائد ليقعلي بحالة الشيرة مصيبة هذه ولكن تنقصد بالفوائد مجموعة من الأشياء دائما تود أن تفعلها ولا تسمح لك الظروف والعمل والالتزامات فتاتي الفرصة في الصيف لتقضي هذه الفوائد سواء تعلق الأمر بقرآن يحفظ أو يتلى أو توجيه أبنائك إلى كتاتي بالقرآن ليحفظه ما تيسر أو قراءة كتاب أو إنجاز أي عمل من الأعمال دائما يؤجل لأن الظروف لا تسمح به فياتي الصيف مناسبة لقضاء تلك الفائدة وإلا فين الإنسان لا قدر الله إن لم يفعل سينتهي أجله ولم يقوم بشيء فتكون النهاية أن يقول مع الظالمين بعد فوات الأوان قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيجاب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخون إليهم ويبعثون نسأل الله السلام والعافية ومن رسالتك كذلك وأنت تجمع حقائب السفر استحب معك ما تيسر من الأمور التي لم تعود في حاجة إليها وبالتالي سينتفع بها غيرك غيرك أفوال ويدخل في ذلك فضل اللباس وفضل الأحدية والقصص الهادفة التي سبق لأبنائك أن قرأوها والكتب المدرسية التي درسوا فيها والمحافظ وما يرتبط بذلك من الأمور التي ربما أنت استغنيت عنها وغيرك في أمس الحاجة إليها ومن باب زرع القدوة الحسنة في الأبناء أنه يتكلفهم وهم بنفسهم لفرق هذه المسائل على المحتاجين من أبناء الأقارب ومن الأرامل واليتامة والمحتاجين تحت إشرافك طبعا وتوجيهك دائما باستحضار أجر من قدم خيرا لأي مسلم ولا سيما من كان في أمس الحاجة إلى ذلك معشر السادة والسيدات الداعية الناجح الداعية الرسالي والذي يجمع بين القول والعمل والسلوء العمل مهم جدا ولكن نسع يوم قتلك لم نعود بالله من القول بدون عمل ولذلك لم أعيد فعلا قدمها ولكن أتبعها بالعمل أنجز شيئا لصالح الناس ليصدق عملك وقولك وفي نفس الوقت سلوكك الطيب وأخلاقك الفاضلة التي التزمت بها كما أسلفنا كل ذلك يتعاون ليكون رسالة ناجحة نافعة مفيدة تعطي أكلها وتعطي الأجر إن شاء الله بإذن الله ونسأل الله تعالى أن يجعلها عطلة سعيدة تقربنا إليه كما نسأله أن يجعلها مناسبة لرفع هذا البلاء وكشف هذا الوباء أيها السادة والسيدة أخيرا صلاحكم وأدعيتكم ونفعكم الغير يعينوا على ذلك كله وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورسول الخلق أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر